تفيدا لما جاء في برنامج التوظيف الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خليف بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وما تضمنه من مبادرات ومنها رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرن المفروض عليها وزيادة رسوم تصاريح العمالة المرنة للأجانب فقد صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قراران يحققان ما تضمنه البرنامج المذكور من مبادرات القرار الأول رقم 2 لسنة 2019 بتعديد المادة الأولى من القرار رقم 27 لسنة 2016 بشان بعض الرسوم المفروض لدى هيئة تنظيم سوق العمل وجاء في المادة الأولى من القرار أنه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 27 لسنة 2016 بشان بعض الرسوم المفروض لدى هيئة تنظيم سوق العمل النص الآتي يحتسب رسم اختياري قدره 500 دينار يضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل أو تجديده يصدر أو يجدد لمدة سنتين خارج نسبة البحرنة المقررة ولا يسر هذا الرسوم الإضافي على من التزم بنسبة البحرنة المقررة كما صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء القرار رقم 3 لسنة 2019 بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 31 لسنة 2014 بشان بعض الرسوم المفروض لدى هيئة تنظيم سوق العمل وجاء في المادة الأولى من القرار أنه يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 31 لسنة 2014 بشان بعض الرسوم المفروض لدى هيئة تنظيم سوق العمل النص الآتي المادة الثانية يحدد الرسم المستحق على صاحب العمل الأجنبي لإصدار تصريح مزاولة نشاط مهني أو تجديده بمبلغ 500 دينار ويشمل الرسوم المتعلقة بتصريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للنشاط المهني وتأشيرة عدم الممانع والدخول للمملكة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية